دعني نبتدي بأول مرحلة وهي الإنكار أنا أتكلمك على الستات يعني عموما يعني الست لو خلاص أنا قررت أن أسيب البني آدم ده أو الشخص ده وخلي بالك كمان الستات أنا ممكن أخذ وقت طويل قبل ما أخذ القرار يعني أنا بعد أفكر مع نفسي وأبتدي أهل نفسي أنه خلاص الرجل ده مش في حياتي فأتعاملي عادي فبنعمل مجهود عشان ناخد القرار خلاص خدنا بقى القرار أن أنا أسيب وفارق وامشي أول فترة دي فعلا متبع عدم تصديق اللي هو إيه ده هو فعلا مشي طب هو ليه ما مسكش فيه وقال لي ما أقدرش يعيش من غيرك خلي بالك الستات برضو لو عايزة تعمل تاست الأول هو أنا وأنت حبتني ولا ما حبتنيش ودايما طول وقت ما هو لو حبني ما كانش سابني بسهولة غير الراجل هنيجي على حتة الراجل وكرمت اللي هو دي قالت لي طلقني فأعمل لها إيه ما أنا طلقتها فعدم التصديق دي إحنا كستات بنفضل فيها فترة طويلة مش فترة صغيرة اللي هو لا هيرجع لا 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 هو لما يحن ويتفرج على الموبايل والصور والذكريات هيرجع فعدم التصديق دي بتتعبنا إحنا نفسيين اللي هو لغاية ما صدق ده ميشي إيه ده ده ميشي بجد يعني ده خلاص ده اقترى أن أنا مش عايزة وميشي فعند الست غير الراجل يعني ليه إحنا عندنا حتة عدم التصديق دي بتاخد فترة ممكن تاخد سنة مثلا طيب هقولك على الحاجة هو فيه فرق كبير ما بين الراجل والست في التفكير في العلاقة الست بطبيعتها هي بتفكر بمشاعرها أكتر هي طول ما هي حبها الشخص العلاقة صعبة جدا بتنفصل الراجل بيفكر خلينا بس نتفق هو مش كل الناس كده احنا بنتكلم على الغالب أي الراجل غالبا بيفكر بالمنطق بالمنطق العلاقة دي أنا مش مرتاح فيها فالعلاقة دي بتنتهي الست مشاعرها هي اللي بتسقها فطول ما هي بتحب الراجل هي ممكن تغفر له كل حاجة الراجل لو مش مرتاح بس أو حاجة مش مظبوطة على دماغه هو ممكن يبشي ما أنا يجنني بقى حتة مش مرتاح دي يعني تقولولي إلي يجننيك أصر الراجل مش مرتاح طب ما هو كان الأول بعدين أصر الراجل بيفكر بعقله ما بيفكرش بقلبه زي ست طب ما هو الراجل الأول قبل ما يتجوز كان بيحب قوي وهدايا قوي ومتابعة قوي بالزيادة والمشاعر ايه فياضة مشاعر طول الوقت وحشتيني انتي فين كالت شربتي نمتي روحتي لا صحابك لا ما تلبسيش وغيرة ايه ده انا ما حد بيام ايه ده ايه الحب الفضيع ده ده الراجل ده مقطع شرائينه علي تبش معنى بقى بعد الجواز يقولك أصر لو مش مرتاح بيقدر يدوس على الزرار ويمشي هقولك اقولي حاجة افهمه هنجيبها من قصة من المسلسل يعني قصة ياسين وضحى هو ياسين حب ضحى من وهم في الجامعة او بعد الجامعة لطول وفضلوا مرتبطين واتجوزوا وعاشوا حياتهم اه ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل بطبيعة الحال وده مش بدافع عن ياسين ولا بدافع عن الرجال لانه ممكن يكون غلط انه هو بعد شوية بيكون فيه حاجات محتكة ما بيلاهش في القلقة ما بيلاهش في الشخص ده وده سببه الاساسي ان احنا بنتغير يعني احنا كون ان احنا نجزم ان احنا ما بنتغيرش مع الوقت فده ده غلط ده غلط احنا بنتغير فهو تغير فبقت احتياجاته مختلفة